ام بتقولي يا ريت بتقولي لنا ايش البرامج والفعاليات اللازم نوفرها لابن اربع سنين يعني ايش واجب اعمله لابن الاربع سنين لحتى ان اعمله خليه تطور بشخصية سوية سعيدة سؤال حلو ابن الاربع سنين اولا بدي يكون ببيئة اجتماعية يعني بروضة لازم يكون هاي متوفر له بيئة اجتماعية ومتوفر له كمان بيئة اللي الطاقم التربوي بقلق عشان يكسبوا اياها ما تقلقيش من هذا الجانب لانه الطاقم التربوي تعلمت لهذا الجيل وتأهلت لانها تعمله كل ما بلزمه بهذا العمر الان انت لما بيكون معاك لما بيكون عندك ايش الضروري ايش الاشياء الاساسية اللي لازم نعطيها لابن اربع سنين القصص ما تنسي وانت تجلي تحكي قصة وتغني القصص والاغاني الترقسية كتير ضروري انه يسمع يسمع صوتك يسمع لغة حلوة وانت تضب تخوتي وانت تقعدي بدك تتريحي كل ما بسحلك انك تحكي تسردي شفاهي او بكتاب هذا ضروري الان في كمان هاي انت هون اكسبتي للطفل حتى هو يلعب بنفرد ركب على البوسوكليت بحكي قصة واحنا بالساحة نفرد قاعد بيركب مثلا ألعاب بحكي قصة القصة كتير مهمة لعقله لعاطفته ضروري وهو عم بعمل حتى جهد جسماني الان فيه تلات جوانب مهمة عطفية عقلية جسمانية لهذا الجيل لازم انها تكون بتوازن يعني لازم تقلقي على انك توفري له كل مجال اللي فيه يعمل انشطة ليه؟ لانه جسمه بحاجة ولانه نفسيته العطفية وفكره بحتاج نطفة استراحات بنسميها تنفيس عن ضغوط كمان توفري له بيئة اللي تسيري له عقله مثلا وانت عمالك بتشتغلي اي اشي عمالك بتعملي هواي معينة اللي فيها بتقدري انك تحكي ايش الاشي وتبدي تحذري والحززير كتير بتخليه يطور الناحية الفكرية تبعته عقله مهم ذهنه مهم ايش الاشي اللي من برا اخضر ومن جوه احمر وبقلبه اسود ومنوكله قبل ما تكملي بسبقك هاي مثلا بفواكه مثلا ايش الاشي اللي انه اسفر مثل الهلال الحاله بسبقك اذا بديك تحكي على اشي مثلا جماد ايش الاشي اللي لما التاتة بتجي لعنا بعد ما تمشي بتقعد عليه اده غري بقولك الكرسي كل ما يمكن انك تنشطي انت دماغك وتتحدي في انك تسألي تخليه ينشط عقله كمان عاطفيا هواي توفري له بيئة لانه مثلا اذا بحب يسرد يسمعوه الكل يسمعوه اذا صوته حلو يغني هاي هواي بعتني بحيوان اليف هاي هواي هادا ناحية العطفية وقلنا ناحية العقلية وقلنا ناحية الانشطة هادا انت عملتي بس كمان مش بالضرورة يضل زي الميجنة لازم يعيش يومه ويختار هو برامجه يعني مرات كتير الاهل من كتر ما بصيره ملتصقين في برامج معه ببطل يقدر يستغني عنهن وبيصير اتكالي لا لازم يعيش يومه كمان ومرات كتير يعمل ايش هو بده ايش هو بحب وانتبهه هو بعمل مرات كتير هو اللي بعمله بكون يا بطور العقل يا بطور انشطة جسمه يا بطور العطف تبعته يعني مثلا اذا بتيجي بتقولي لما بستلقي استلقى هون ريح جسمه كمان هادا مهم وعطى لدماغه والعطفته نتفت استراحة ضروري ضروري هو يرتب كمان برامجه واذا شفتي انه في فراغ الفراغ مفسدي انت ساعتها بتنوعي له اما ما تخلوا الطفل اللي يكون متعلق فيكو بانه انتو بس انتو اللي ترتبولو برنامجه اليومي لا هو كمان برتب برنامجه اليومي وما تنسي كمان من القرايب ينعزموا عنده هو يروح عند قرايب ويوفر لهن كمان بيئة مثيرة حتى انه يصير يحضر فعاليات وهك انت بتكوني قمتي بواجبك